ذكرى الإسراء والمعراج ماذا تعني لنا دائما وماذا يجب أن تعني لنا في هذا العام تحديدا أول إيش كل عام أنتم بخير وأمتنا الإسلامية كلياتها بخير إن شاء الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة يعني إيش بتعني ذكرى الإسراء والمعراج خصوصا بها الأيام هاي بس ترجع أنا وإياكم حادثة الإسراء والمعراج أو معجزة الإسراء والمعراج متى حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام حصلت للنبي قبل الهجرة بنحو سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بظروف صعبة شديدة جدا 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 ما بين قتل بعض أصحابه ما بين تعذيبهم ما بين حصارهم في شعب أبي طالب ما بين وفاة خديجة زوجته اللي كانت سند كبير للنبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب اللي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام توفي فكل هذه الظروف الصعبة بعدها جاءت رحلة الإسراء والمعراج تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام نعم فنقول إحنا بهذه الظروف هاي كلياتها إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لابد إن شاء الله بعد هالشدة البلاء اللي صابنا لابد يوم من الأيام يبزغ الفجر ويظهر النهار إن شاء الله ونعيش بأمان زي ما إحنا بأمان لكن أكثر إن شاء الله تعالى في وطننا الحبيب إن شاء الله يعني دكتور أحمد زي ما ذكر هايثم الأحوال عم بتكون صعبة ولكن إحنا بهمنا الاحتفاء بهذه الذكر المقدسة لأنه المرجعية الدينية مهمة وعم نتحدث عن رحلة عظيمة وتاريخية وكان لها محطات مهمة خط سير هذه الرحلة الإسراء والمعراج والمواقف التي حدثت نعم كما يروى في كتب الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة كان يبيت في بيت أم هانئ وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام أخت علي بن أبي طالب وكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام حمزة وعلي بن أبي طالب وكان النبي يبيته معهم في تلك الليلة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء جبريل وشق سقف السقف ولم تنزل ذرة تراب إلى الأرض فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام وهناك شق صدر النبي وكان معه طست من ذهب قد ملئ إيمانا وحكمة فأفرغه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أطبق صدره وذلك حتى يتحمل النبي عليه الصلاة والسلام عجائب ما سيرى في رحلته في الإسراء وفي المعراج بعد ذلك أحضر له البراق وهو دابة عظيمة بيضاء طويلة فركبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تضع حافرها حيث أدرك طرفها فركبه النبي وأول محطة نزل فيها المدينة المنورة حيث نزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك وصلى ركعتين ثم انتقل بعد ذلك إلى طور سيناء ثم إلى مدينة شعيب عليه السلام وانتقل بعد ذلك إلى بيت لحم وصلى ركعتين كذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس وهناك جمع له الأنبياء جميعهم الله جمع له جميع الأنبياء ولما نذكر جميع الأنبياء نذكر ما ذكر في بعض كتب الحديث أن عددهم 124 ألف نبي ورسول الله جمعهم والنبي صلى بهم وهذا كله يدل على شرف وعظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام هذه رحلة الإسراء إلى هنا كانت المحطة ثم بعد ذلك ضرب له المرقاء والمرقاء هو عبارة عن سلم درجة من ذهب ودرجة من فضة ارتقى النبي إلى السماوات العلى ولما وصل إلى السماء الدنيا أو السماء الأولى كان معه جبريل طبعا فاستفتح جبريل عليه السلام فأذن له فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بآدم عليه السلام يستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالخير قال ثم انتقل إلى السماء الثانية وهناك وجد من يستقبله يحيا وعيسى أولاد الخالة ثم انتقل إلى السماء الثالثة حيث كان باستقباله نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك في السماء الرابعة إدريس وفي السماء الخامسة هارون ثم بعد ذلك في السماء السادسة موسى عليه السلام وأما في السماء السابعة فقد التقى النبي هناك بإبراهيم الخليل حيث كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور البيت المعمور هو للملائكة في السماوات كما الكعبة بالنسبة للمسلمين في الأرض ثم بعد ذلك انتقل النبي إلى سدرة المنتهى وسدرة المنتهى هي شجرة عظيمة أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السماء السابعة وهذه شجرة عظيمة لا يستطيع الواصفون وصف حسنها وجمالها ثم انتقل النبي بعد ذلك حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ما تستنسخه الملائكة يعني من اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك رأى ما رأى من عجائب السماوات هذه إلى هنا أيضا رحلة المعراج فكانت رحلة الإسراء كما ذكرنا ورحلة المعراج إلى هذا القدر ورأى النبي أشياء في الإسراء نعم هنا يمكننا ننتقل نتحدث عن المشاهد وما حدث خلال رحلة الإسراء نعم أما بالنسبة للإسراء فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العجائب في رحلة الإسراء من جملة ما رأى أنه رأى الدنيا على صورة عجوز رأى الدنيا على صورة عجوز وهذا فيه إيحاء لنا أن الدنيا إلى زوال نعم الدنيا لا تبقى لأحد ولا بد يوما من الأيام أن نفارق هذه الدنيا فالعاقل هو الذي يفكر فيما بعد الموت نعم ليس فقط يفكر في حياته الدنيا وينسى ما يقدم لآخرته فهذا العاقل ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان وقد تنحى إلى جانب الطريق ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أناسا تكسر رؤوسهم ثم تعود ثم تكسر رؤوسهم ثم تعود وهكذا فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة المفروضة نعم ورأى النبي كذلك صلى الله عليه وسلم أناسا تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار يعني ما قصات من نار تقرض فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة هذول الناس اللي بيضلوا الناس هذول اللي بيعلموا الناس الغلو والتطرف والتعصب بغير حق ويعلمون الناس القتل واستباح الدماء الناس بغير حق والتفجيرات وغير ذلك خطباء الفتنة هؤلاء تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار ورأى كذلك ثورا يخرج من منفذ ضيق فإذا خرج وأراد أن يعود فلا يستطيع قال ما هذا؟ قال هذا مثل الكلمة الخبيثة إذا خرجت فإنها لا تعود لذلك الإنسان أيضا عليه إذا أراد أن يتكلم أن يعلم أن الكلمة إذا طلعت خلاص طلعت منه فهي ما بتكون كلمة خير عن تأثير الكلام ورأى النبي كذلك أناسا لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس والآن كثير من الناس يذكرون مساوئ الناس وأعراض الناس ولا تخلوا مجالس الناس الآن بالغالب كثير منهم إلا أن يذكروا أعراض الناس بسوء ويذكروا أحوال الناس بسوء وغير ذلك فينبغي الانتباه إلى هذا وكذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يتركون اللحم المشرح الجميل ذا الرائحة الطيبة ويذهبون إلى اللحم النتن فقال من هؤلاء؟ قال أزنا ورأى أناسا يشربون من الصديد الذي يخرج من الزنا قال من هؤلاء؟ قال شاربوا الخمر ورأى أمرا أو مرى النبي عليه الصلاة والسلام بمنطقة بمكان شم منه رائحة جميلة مستية عطرة فقال ما هذا المكان؟ فقال هذا قبر ماشطة بنت فرعون كان قصتها باختصار كانت بنت فرعون لها ماشطة تمشط لها شعرها وكانت مؤمنة بالله عز وجل ثم وقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت البنت فرعون أولك رب غير أبي؟ قالت إن ربي ورب أباك هو الله فأخبرت فرعون فأحضرها فرعون وطلب منها أن تترك دينها وأن تعبده فرفضت فأحضر أولادها وأتى بقدر كبير ووضع فيه الماء وصار الماء يغلي فجعل يقذف أولادها ولدا تلو الآخر إذا ما رجعت وما قبلت أن تتراجع عن دينها حتى في آخر شيء كان بيدها طفل رضيع آخر ولد يعني وطلب منها فرعون أن ترجع عن دينها فأبت فكان يصعب عليها لأجل ابنها يعني الله تبارك وتعالى أنطق ابنها فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق فقالت يا فرعون أريد إذا مت أن تجمع عظامي وتدفنها فكان هذا المكان يخرج منه رائحة مسكية نعم هذا شيء مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء نعم دكتور فعلا يعني القصة العظيمة هاي وفي الأيام الصعبة اللي نحن عم نعيشها حاليا ونحن ذكرنا أنه أكيد المرجعية الدينية هي من أهم المراجع بالنسبة للأشخاص فنحن في الوقت اللي إحنا فيه يعني بأعتقد يجب علينا كلنا أنه يعني نقتدي في كل هاي القصص ونقتضي في حكمة ربنا سبحانه وتعالى وأيضا موضوع العقيدة وموضوع الشعائر يعني موضوع الأشخاص يعني حاليا بجوز بسبب كل الأشياء اللي عم بتصير عم يصعب على الأشخاص التمسك بكل إشي ويصعب على الأشخاص التمسك في الشعائر أيضا من الصلاة والصوم وكل وما إلى ذلك وذكرت حضرتك يعني خلال القصة هناك أمثلة كثيرة تدل على الأشخاص اللي متمسكين بالشعائر والأشخاص اللي تخلوا عنها نعم صحيح هو حقيقة اللي بنظر للإسلام بنظر إلى إنه إسلام ذا رحمة فيه من السهولة إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه برفق نحن ما بدنا دعاء منفرين ما بدنا ناس ينفروا الناس ويأخذوا فكرة غلط عن ديننا لا بد أن يكون هناك دعاء طيبين متسامحين مبتسمين نعم يعني صار كأنه بعض الناس تنظر إليهم كأنه كأنه الدين بيقولهم إنه ظلك مكشر وما تضحكش مع الناس ودائما ترهيب والتخوين راهب راهب الناس وإذا بده يذكر النار والنار 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 وغير ذلك يا أخي يعني كون رؤوف بالناس نعم الناس بتحب الترغيب الناس بتحب الابتسامة الناس بتحب اللطافة بالتعامل الناس بتحب هذا كل ياتهم فينبغي على الدعاء إلى الله نعم اللي بيعتبروا حالهم دعاء أول إشي الالتزام بمنهج الاعتدال وأن لا يكون عندهم الغلو ثم أن يكونوا متحلين بالأخلاق الحسنة الفضيلة نعم أو بالليل يعني رحلة الإسراء والمعراج أنكروا عليه ذلك وأخذوا الآن هنا جانب أنه الآن فيه ممسك على محمد حتى أنكره الناس فيه ونقولهم أنه هذا محمد صار خرف وجنة وغير ذلك أول واحد راحوا له أبو بكر الصديق فلما وصلوا إلى أبي بكر الصديق قالوا يا أبا بكر إن محمدا يقول كذا وكذا فقال أهوى قال ذلك قالوا نعم قال إن قال ذلك فقد صدق إني لا أصدقه بأكثر من ذلك إني أصدقه بخبر السماء ألا أصدقه بذلك إن قال ذلك فقد صدق هو أنا أيضا ينبغي علينا أن ننبه إلى يا جماعة يا ناس ما يذكره علماء الأمة وما يذكره المسلمون من من العقائد الصحيحة ومن الأحكام الشرعية الصحيحة ما تيجي أنت تصير تقول أنا لا أنا مش مقتنع و أنا مش كذا و أنا مش كذا سيدنا أبو بكر قال النبي قال قال له نعم قال له خلص صدق إحنا ينبغي علينا أن نكون هكذا ورد الدليل نقول خلص النبي قال علماءنا قالوا ونقول خلص وخلصنا ليش نغلب حالنا كثير بالتفكيرات و أنا مش مقتنع ويقنعني وما قنعني وكذا وإيجي هذا الأمر بريحنا و بريح المجتمع و بخلينا مجتمع متآخي و مترابط بالفعل يعني كلام واقعي و قريب و كل عام أنت بألف خير دكتور أحمد خليفة من جمعية أثقاف العربية الإسلامية كل عام أنت بخير شكرا لتواجدك معنا اليوم كل عام أنتم بخير و شكرا لكم أهلا و سهلا دكتور شرفنا مكملين فقراتنا في دنيا دنيا و أيضا رح ننتقل مع الفرقة الهاشمية للإنشاد و مكملين فقراتنا معها إن شاء الله يا إله الكون المدد و يا مفيض النور على الأكوان المدد يا إله الكون المدد و يا مفيض النور على الأكوان المدد رب العباد لك الأعناق خاضعة فالطف إلهي و نق الروح منك من والصدر ضاق بكرب غير مرتحل ما لعلي لحمل الكرب من جلب عم البلاو كذا الوباو عم البلاو كذا الوباو بنا ربي ألمن نشكو لغير الواحد الأحد أدعوك في جوف الليالي والدموع وسواكب فاصفح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنبون سبحان الله اغفر إلهي ما مضى من البلايا نجنا فالعمر منا إن قضى يا ربي فرج كربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قلوبنا يا ربي واقبل دعاءنا سبحان الله 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 شكرا